65 سجينة يعيشن معاناة تعدد صورها خلف قطبان السجن المركزي في العاصمة صنعاء أفرزها تردي حالة النفسية نتيجة غياب الخدمات الطبية وعجز بعضهن عن سداد مبالغ مالية حد تعبير السجينة الحالة النفسية شوية تحسنت بس عادة نحن محتاجين لرعاية نحن محتاجين لرعاية من الناحية الطبية نحن معانا الآن ضعف كثير من الناحية الطبية نعاني من الأدوية من العلاجات من هذه الأشياء نعاني من هذه الحاجات أما من النفسية حتى نحن محتاجين لناس نفسانين دكاترة يشوفونا يشرفو علينا يعالجونا لأن في بعضهم تكون الحاجة هذه اللي غصبتهم لدخول هذا المكان هو مرض أو ضغط ووضع المعصرة يعني صعب جدا فراق أهلها فراق أبنائها فراق أهلها ثانيا يعني مثل ما يقولون ما باليد حيلة عندما تكون هي في هذا المكان كيف تستطيع أن تسدد المبالغ التي عليها يعني لا شغل ولا شغلة ولا تقدر تعمل أي شيء التخفيف من معاناة سجينات المعصرات وغيرهن في هذا السجن هدف سعت له إحدى منظمات المجتمع المدني التي دشنت مشروع التخفيف من معاناة سجينات هدف السجينات من أجل أن نقوم بدعم شهري يكون دائم ليس دعم موسمي كما بدعم المنظمات أو غيرها هذا الدعم الشهري لازم أن يحتوي السجينات بشكل متكامل هناك معصرات هناك معطاة الأطفال في أطفال من سن الرضع لا 7-8 سنوات هذا يحتاجون للرعاية التامة ثلاثة ألاف سجين يقتضوا بهم السجن المركزي في صنعاء ما زاد من مشاكل مختلفة في السجن من أبرزها رفع القدرة الاستيعابية في حد تعبير قيادة السجن المركزي الإزدحام الشديد داخل السجن سعة السجن الإصلاحية ما بين ألف إلى ألف ومئتين الآن العدد الموجود داخل الإصلاحية يقرب الثلاثة ألاف سجين فهذا بأثر تأثير كبير من حيث عادة التأهيل من حيث عملية التصنيف على أساس جرمي أو قانوني وهذا أيضا بيخلق كثير من الإشكالية بين السجن أنفسهم نتيجة الإزدحام الشديد الذي بيحصل وأصبح معظم نزلاء السجن وفي مقدمهم المعسرون بحاجة إلى دعم ومساندة رجال الخير والإحسان لإخراجهم من السجن لينعمون بالحرية مختار الخطيب اليمن اليوم صنعاء نفذ طباء ومنتسبون مستشفى الشرطة الأنمودجي في صنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتحسين وضعهم اشتركوا في القناة